قصدت عائلة حسام الدين السورية الغرب الفرنسي وتحديدا مدينة لؤافغ للهرب من الحرب في بلادها وسرعان تحول اللجوء إلى مد يد العون للآخر فمنذ أيام بدأت صفاء وزوجها وابنه مع علاء بتحضير وجبات غذائية للتواقل الطبية العاملة على محاربة فيروس العصر كورونا في المستشفيات الفرنسية فصفاء تحضر الكبة السورية وتقلل فطائر المحشوة بالجبن تطوعا ومجانا حبيت أعمل شيء شكر فيه الطاقم الطبي بممرضين والدكاترة وكل العاملين فيه لأنه فعلا عم يقدموا حياتهم بعرف كثير فيه أطباء انصابوا بالعدوى في منهم كمان توفى يقوم أبو علاء بمساعدة زوجته في الطهي وذلك بقل أقراص الفلافل أما علاء فيقوم بتعليب الوجبات التي يتراوح عددها بين 27 و 41 وجبة ويحرص الجميع على السرعة في نقلها إلى مشفى جاك مونو في لؤاف ليتناولها الأطباء كوجبة غداء في ظروف قد تكون قاسية أحيانا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة دوري بهالعمل أنا بتسوق المواد المستخدمة بتصنيع الوجبات إضافة للمساعدة بالأعمال اللي بده شخصين هون بالمنزل مثل الفلافل بده شخصين إضافة لتوصيل الوجبات حاليا بهالوضع اللي احنا فيه للمشافي طبعا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يضع أبو علاء رب الأسرة الوجبات التي حضرت أمام مشفى المدينة ليقوم الطاقم الطبي بدوره باستلامها وتناولها بعد شكر هذا السيد عن بعد خوفا من انتقال عدوى فيروس العصر كورونا من أمام مشفى جاك مونو لايث مزاري العربية مدينة لؤافغ غرب فرنسا